هننتقل بعد كده للإلكتريك فيلد أو المجال الكهربائي ببساطة إيه تعريف المجال الكهربائي أي شحنة نقطية أو أي جسم مشحون بيحضبه حيث بتظهر فيه أثار القوة الكهربائية لهذا الجسم أو الشحنة النقطية الحيث ده بنسميه المجال الكهربائي للجسم المشحون إذن أن إلكتريك فيلد is said to exist in the region of space around a charge object this charged object is the source of charge اللي هو بيكون شحنة المصدر هوينا نظر شارج أوبزي بنسميه test charge وبنرموز لبرمز كيو نود enter this electric field and electric force acts on it يبقى لو أي شحنة تشارج دخلت المجال بتأثر عليها قوة كهربائية ناتجة من هذا المجال the electric field is defined as the electric force on the tested charge بريونيت شارج أو بريونيت كولون إذن المجال الكهربائي بيعرف على أنه القوة الكهربائية المؤثرة على وحدة الشحنة أو المؤثرة على الكولون بنرموز للمجال الكهربائي الرمز إي وطبعا مجال الكهربائي كمية متجهة لأنه عبارة عن قوة at a point in space is defined as the electric force F acting on the positive tested charge كيو نود بلازد at that point divided by the tested charge إذن المجال إي بيساوي القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة الاختبار كيو نود مقسومة على مقدار شحنة الاختبار عشان أخسب القوة اللي بتأثر على الوان كولون the direction of E is that of the force on the positive tested charge هو نفس اتجاه القوة اللي بتأثر على ال positive tested charge عشان كده بيكون اتجاه المجال كما بالشكل the SI units of E newton per column لأنه القوة اللي بتأثر على وحدة الشحنة أو الوان كولون we can also say that an electric field existed at a point if a tested charge at that point experiences an electric force ممكن أقول إن في مجال كهرابي موجود في مقطة لو في قوة كهربية بتأثر على tested charge موجودة في تلك النقطة relationship between F and E العلاقة بين القوة والمجال الكهربائي الف في E هتساوي الكيو في الإي لإن إحنا لسه أعلين إن الإي بتساوي الف على الكيو لو ضربت طرفين في وسطين إذن القوة الكهربية هتساوي مقدار الشحنة في شدة المجال وكده قدرت أحسب القوة الكهربية اللي بيأثر بها المجال على أي شحنة كيو موجودة في المجال this relation valid for a pointed charge only العلاقة دي بتكون خاصة أو صحيحة في حالة pointed charge فقط for larger object the field may vary over the size of the object if Q is positive the force and the field are in the same direction لو الشحنة كيو شحنة موجبة بيكون اتجاه القوة اللي بيأثر بها المجال في نفس اتجاه المجال و العكس صحيح لو الشحنة سالبة if Q is negative the force and the field are in opposite direction اتجاه القوة اللي بيأثر بها المجال بتكون عكس اتجاه المجال remember columns law between the source and the distant charge لو طبعت columns law على شحنة اللي بتسبب للمجال الكهرابي و التستلتشارج القوة اللي هتأثر بها الشحنة Q على التستلتشارج اللي هي الف اي هتساوي الكي سابت كلهم قيمة الشحنة Q في Q node على R تربيع then the electric field will be عشان نحسب المجال بأسم الف اي على ال Q node اختصر Q node مع ال Q node يتبقى K في Q على R تربيع و ده العلاقة اللي بحسب منها شدة المجال الكهرابي الناتج عن اي شحنة نقطية عند نقطة ولتكن بيه بتبعد مسافة R من الشحنة النقطية موسيقى موسيقى